اشتركوا في القناة وهو الاول في كليات وجامعات مدينة البصرة والذي نال مباركة من الفريق الوزار الذي زار مدينة البصرة اخيرا ايها الاخوة لقد كانت فكرة رائعة ومتقدمة ظهرت الى الوجود وبجهود مجموعة من الشباب المهني المخلص وعلى رأسهم الدكتور احمد نجم نمر معاون العميد للشؤون الادارية ليكون صرحا علميا متقدما يمكن الاستاذ من تقديم محاضراته الكترونيا وبتقنية متقدمة يسهل الارسال والاستقبال ويتيح للطلب الاعزاء محاضرات اكثر وضوحا ويسهل الاتصال مع اساتذتهم دوما ان هذا الجهد المبارك هو احد المبادرات العلمية التي قررت ادارة كلية شط العرب الجديدة ان تكون نهجا ثابتا يؤكد عودتها الى مصاف الكليات الساعية الى الارتقاء بمستواها لتحتل موقعا متميزا داخل البصرة وخارجها ان النشاط العلمي والتقن المتميز لكليتنا اصبح حقيقة يعتز بها منتسبو كلية شط العرب تهانينا لكل المنتسبين وبارك الله الجهود المتميزة للجنة المشرفة على تنفيذ هذا العمل الرائع شكرا لكل الاساتذة ومجلس ادارة الكلية وعلى رأسها السيد العميد المحتوام لما لقيته اللجنة من دعم معنوي ومادي متميز بركت الجهود والى مزيد من الانجازات العلمية الرائدة الدكتور نزار الجزائري معاون العميد للشؤون العلمية بكلية شط العرب الجامعة الاهلية كانون اول 2020 شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا